اشتركوا في القناة اضافة الى التفريش بدنا نخفف الاطعمة السكرية سواء الحلويات او المصاص او السكاكر والشيبس وخصوصا المشروبات الغازية المشروبات الغازية لها ضرر كتير كبير على الاسنان منها اللبنية او الدائمة من المواد اللي ممكن تخفف من احتمالية حدوث النخر للاسنان اللبنية منها او الدائمة هي الفلورايد الفلورايد بيوجد باشكال كتيرة ممكن يتواجد بقلب المي في بعض الدول بتضيف الفلورايد لداخل الماء وممكن توجد داخل الحليب وممكن تكون على شكل حبوب وممكن ايضا تكون على شكل مضمضة ولكن افضل طريقة للفلورايد هي الجل بحيث بيقوموا الاهل اذا كان طبعا الاسنان ما فيها ابدا نخر الذهاب لطبيب اسنان الاطفال لوضع مادة الفلورايد بتجي على شكل قالب يوضع بداخله مادة الفلورايد وتطبق من دقيقتين الى اربع دقائق هاي العملية بتخفف احتمالية حدوث النخر لنسبة قد تصل لعشرين بالمية وبالتالي تكرارها كل ستة اشهر بشكل دوري مع المحافظة على الفرشات وتخفيف الاطعمة المضرة بالاسنان بتخفف احتمالية حدوث النخر بنسبة كبيرة جدا طبعا من المواد الموجودة والكتير العالم تجهلها ربما يمكن لانه مادة جديدة هي منسميها بالعربي المادة السادة او تعرف بالفشر سيلانت المادة السادة هي عبارة عن مادة كحشوة ولكن دون حفر الاسنان طبعا لا توضع سوى على الادراس الدائمة او الضواحك الدائمة يعني على اللبنية دائما نذهب باتجاه الفلورايد اما بالنسبة للادراس الدائمة منحاول نذهب باتجاه المادة السادة وهي مادة توضع داخل تجاويف السن فالنخر عادة بصير دائما داخل تجاويف الدرس فالدرس عادة فيه تجاويف كتير ووقت بيصير بيدخل فيها الاكل وما بيتفرشها هذا الشيء بيخلي الى عملية حدوث النخر فبالتالي احنا لما منطبق المادة السادة ومنمنع يفوت الاكل داخل السن منخفف احتمالية حدوث النخر لدرجة عالية قد تصل في بعض الاحيان لثمانين او تسعين بالمية طبعا ولكن مشكلة هذه المادة انه مدتها اصيرة فهي فقط من سنتين الى خمس سنوات فبعد حتى سنتين قد تبدأ يعني رويدا رويدا بالتكسر والتلاشي فدائما ننصح الاهل بوضع هذه المادة كل سنتين يعني خلينا نتخيل اللي احنا عنا اذا وضعنا لكل الجيل القادم من هذه المادة نتخيل جيل خالي النخر فننصح الاهل بشكل العام بالذهاب للطبيب سواء لوضع مادة الفلورايد بالاسنان اللبنية او المادة السادة بالادراس الدائمة وشكرا للكم والسلام عليكم